السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محتويات كورس التسويق الكورس مكون من 10 موضوعات في 44 ساعة تدريبية مع تطبيق عملي على كل موضوع من الموضوعات اللي هندرسها بأكثر من مثال ونموذج من شركات مصرية وأجنبية تعال نشوف إيه الموضوعات اللي احنا هندرسها إن شاء الله الموضوع الأولاني هنتكلم على أساسيات إدارة الأعمال طبعا التسويق هو أحد فروع علم إدارة الأعمال وبالتالي أنا لازم يبقى عندي أساسيات علم الإدارة زي مثلا وظائف الإدارة ومهام المدرين ومسؤوليات الإدارة وغيرها ومن هنا أبدأ أطبق وأتعلم إدارة التسويق الموضوع الثاني هو أساسيات علم التسويق هندرس تعريفات التسويق المختلفة وأهمية التسويق ومراحل تطور علم التسويق كمان هندرس المنافع اللي بيقدمها التسويق وإزاي تستفيد منها في البزنس بتاعك وإزاي الصناعات المختلفة بتستفيد منها وهندرس الفور بي والفور سي الموضوع الثالث هنتكلم على بحوث التسويق هندرس في الجزء بتاع بحوث التسويق ده البيئة الداخلية والخارجية للشركة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة هنتكلم على أنواع البحوث وإزاي تعمل أنواع البحوث وإيه هو النوع المناسب للمشكلة اللي عندك وهنتكلم على أهمية البحوث في صناعة القرار ودرها المحوري في صناعة القرار الموضوع الرابع هنتكلم على سلوك المستهلك من أهم أسباب دراسة سلوك المستهلك أن نجاوب على خمس أسئلة ماذا يشتري العميل ولماذا يشتري ومتى يشتري ومن أين يشتري وكم يشتري وهنا بقى بندرس العوامل اللي بتأثر في سلوك المستهلك دي والعوامل دي ممكن تكون عوامل داخلية وعوامل خارجية العوامل الداخلية زي القيم والمعتقدات والاتجاهات والعوامل الخارجية زي الثقافة والجامعات المرجعية هندرس إزاي باستغنام التسويق تأثر على سلوك المستهلك من خلال العوامل الداخلية والعوامل الخارجية الموضوع الخامس هنتكلم على استراتيجيات وخطط التسويق هندرس الفرق ما بين الاستراتيجية والخطة وهندرس المراكز التنافسية واستراتيجيات المنافسة في الأسواق وهندرس استراتيجيات تجزئة السوق اللي هي القطاعات السوقية وكمان هندرس استراتيجيات المزيج التسويقي استراتيجيات المنتج والتسعير والتوزيع والترويب وفي الموضوع السادس هنتكلم على تسويق الخدمات هندرس تطور الخدمات وأشكال الخدمات المزيج التسويقي للخدمة وإيه الفرق ما بين المزيج التسويقي للخدمة والمزيج التسويقي للسلعة هنتكلم على خصائص الخدمات والطلب عليها وكمال هنتكلم على الخدمات الأساسية والخدمات المكملة وإزاي تكون الخدمة هي نقطة ترجيح تخلي الزبون يتعامل مع الشركة بتاعتك أو معك الموضوع السابع هنتكلم على بناء العلامة التجارية أو تمييز المنتجات هندرس وهندرس ونفرق بين بعض المصطلحات المتعلقة بالعلامة التجارية وندرس إزاي تبني علامة تجارية لشركتك أو للمنتج بتاعك ونتكلم على وظائف العلامة التجارية الموضوع الثامن هنتكلم على مهارات وخدمة العملة خلاص العميل اشترى مننا إزاي نخدمه هندرس أهداف خدمة العملة طرق معرفة رأي العميل وإيه الخطوات اللي أنا عاملها علشان أوصل العميل لأكثر رضا ممكن ويبدأ هو يقوم ببعض المهام أنه هو يكون اللسان بتاعي أو حاجة نسميها وردوف موس مع الناس الموضوع التاسع هنتكلم على التسويق والتصدير هندرس أسباب التفكير في أنك تصدر منتجك وهندرس التجربة الصينية واليابانية في السيطرة التجارية على العالم بتطبيق علم التسويق كمان هندرس إنت لو قررت أن تصدر إزاي تدخل شركتك أو زي تدخل الأسواء الأجنبية المختلفة الموضوع العشر والأخير هنتكلم فيه على التسويق وحماية المستهلك نتكلم على مفهوم حماية المستهلك ومين المسؤول عن حماية المستهلك وإيه دورك إنت كشركة في حماية المستهلك بما تقدمه من منتج كمان هنتكلم على مجالات حماية المستهلك آخر محاضرة بقى بنعمل زي مشروع تخرج كده وكل واحد من المتدربين بيعمل أو بيقدم تطبيق على كل اللي درسناه من أول ما بدأنا فكرة المشروع وليه اخترنا الفكرة دي المزيج التسويقي مسلوك المستهلك اللي هيستهدفه بمنتجه وهيأثر عليه العوامل اللي احنا هنشرحها وكمان هندرس المزيج التسويقي سواء كان لسلعة أو خدمة إزاي تطبق ده في شكل منتج أو سواء كان سلعة أو خدمة وإزاي تميز العلامة التجارية بتاعتك لحد ما نوصل لمرحلة خدمة العملاء ما بعد الشراء بتمنى ليك كل التوفيق وإن شاء الله أشوفك في الكورس وبوعدك أن هضيف لك كم معلومات ضخمة جدا وتطبيق عملي مش بس مجرد كلام نظري ينقل لك خبرة السوق هتلاقي موعيد الكورس وطرق الحجز تحت الفيديو بتمنى لك كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر